مساكم الله بالخير في قصة أمس ذكرت في بداية الحديث اللي هو حديث نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يتحدث في المهدي إلا ثلاثة وذكرت الثلاثة عيسى عليه السلام وصاحبه جريج والطفل اللي قالت أمه قال الأمه ما بيأصير مثل هذا بيأصير مثل هذا فبعض الناس ردوا قالوا أنت قالي القصة أصحاب الأخدود وفي واحد ترك تدي أمه وكانت أمه ترضعها فقال يا أمه ألقي بنفسك فابن حجر فسر هذا الموضوع وقال أن المهد غير الرضيع مثل ما أنتم عارفين المهد مدتها من شهرين إلى ثلاثة شهور والرضيع قد يستمر إلى سنتين فإذا كان الرضيع نطق وتحدث وعمره ست شهور سبع شهور ثمان شهور سنة بالعادة ما يتكلم فهذا الرضيع أما اللي في المهد فالمهد عادة من شهرين إلى ثلاثة فالمسألة ما فيها أي تضارب هؤلاء الثلاث نطقوا في المهد والباقية نطقوا وهم رضاء الرضاعة مثل ما قلنا قد تستمر إلى سنة ونص أو سنتين أما قصة اليوم فهي عن نبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق عليه يعني متفق عليه البخاري ومسلم أنه كان رجل ممن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسه فقال أريد أن أتوب فدلوني على أعلم أهل الأرض فدل على عابد فرح للعابد هذا قال له هل لي من توبة قال له قتل تسعة وتسعين نفس وتبي توبة ما لك توبة فقتله وأتم به المئة فذهب إلى فقال دلوني إلى أعلم أهل الأرض فدل إلى رجل عالم فقال هل لي من توبة قال نعم يعني من أنت اللي ما يغفر لك الله اغفر الذنوبه جميعا اذهب إلى أرضي كذا وكذا فإنها فيها أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم توب واعبد الله معهم واترك أرضك فإنها أرض سوء فيبدو أن هذه فيها أصحاب سوء وفيها فساد يعني منتشر وظاهر وهذه أهل صلاح وفيها ناس مشهورين بعبادة الله فذهب إلى الأرض اللي وصى عليها وهو في الطريق مات فتنازع عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة يقولون أنه يعني خلاص تاب وفي طريقة إلى القرية ليصلح حاله وملائكة العذاب يقولون لا هذا ما فعل خيرا قط ما سوى خير قط أبدا يعني ما عبد الله للحين فبعث الله لهم ملكا على هيئة رجل فقال الملك قيسوا المسافة بين الأرضين فوجدوا أنه أقرب إلى الأرض يعني لأهل الصالحين يقال بذراع فقبضه أو أخذه ملائكة الرحمة ويعني دخل الجنة فهذا حديث طبعا مثل ما قلنا عن نبيه عصا السلام ومتفق عليه يستفاد من هذه القصة أن الله يغفر التوبة عن عباده مهما كانت الدنوب إذا أقبل على الله تائبة وأن القاتل يعني على ثلاث حقوق بينه وبين الله فإن الله عز وجل يتوب عليه إذا تاب وبينه وبين الميت هذه ما يأخذها اليوم القيامة لأن الميت مات فما يقدر يستحله ما يقدر يقول له بيحني يحللني خلاص الميت مات أما الحق الثالث فهو حق أهل الميت فإذا سلم نفسه لهم وأقرب بأنه يعني قتل وقال لهم لكم أن تقتلوني أو تأخذوا الدية أو تعفوا عني هذا حقهم يعني غير حق الله عز وجل الله عز وجل يقبل توبته ولكن طبعا يجب عليه أن يسلم نفسه ويقبل توبته يهرب يعني يبي الله يتوب عليه فحق الله يقبله بالتوبة وحق المقتول يفصل الله بينهم يوم القيامة وحق أهل الميت بالدنيا كلنا نشوف يعني إما يقتصوا منه أو يأخذون الدنيا أو يعفون عنه أما التوبة فإن الله عز وجل قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين التوبة يعني أتكلم عن التوبة بشكل عام من أي دم التوب بينك وبين الله يعني تقرب الذنب وتعاهد نفسك ألا تعود لهذا الذنب وتصلح حالك وتبين للناس أنك غيرت توجهك هذا إذا كنت مثلا تجاهر برأي معين ومثلا تقول مثلا أنت ملحد تقول ما في إله والعياذ بالله لازم تصلح وتبين للناس تعبد الله توب بينك وبين الله وتعبد الله وتبين للناس أنك تبت وأنك يعني شهدت بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو واحد مثلا غير مسلم أراد أن يسلم أو واحد يبيتوب عن أي عبادة عن أي معصية كانت وفي هذه القصة فائدة أنه في فرق بين العالم والعابد العابد يعني عبادته على نفسه وليس له علم يعني ما يعلم مراد الله ولا يعلم دين الله كما هو الحال عند العالم وفائدته على نفسه يعني ما ينفع أحد يعبد الله لينفع نفسه فقط أما العالم فهو يعلم الناس ففائدته له وللناس للناس جميعا فالعالم فضل أكبر وأعلى وهو أعلم بحق الله وأعلم بدين الله من العابد فالإنسان مهما كان عابدا فلا يلزم أنه يكون عالم يعني لو كان صوام قوام عند الله أكيد يلقاها ما يضع شيء عند الله لكنه لا يسأل ليس عالم مو كل واحد عابد مصلي متدين يسأل لا يسأل فقط إلا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما قال فاسألوا أهل الصلاة أهل العبادة فاسألوا أهل الذكر اللي دايما يعني يذاكرون دين الله ويتعلمون ويعلمون هذي اللي يسألون وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني أكثر من يخشى الله من عباد الله العلماء لأنهم أكثر الناس معرفة بعقابه ومعرفة برحمته لذلك يخشون عذابه ويرجون رحمته أكثر من غيرهم وفي هذه القصة وهذا الحديث أيضا أن الله يعني يقبل التوبة عن عباده مهما كانت مهما كانت الذنوب فإن رحمة الله واسعة والله يقبل التوبة وفيه أن الإنسان يسارع يجب أن يسارع إلى التوبة لأنه ما يدري متى يموت شوفوا هذا مات وهو لم يفعل خيرا قط ما لحق حتى يسوي خير والفائدة الأخيرة أن فيه فضل صحبة الخير ووجوب ترك صحبة السوء الأرض اللي قال الأرض سوء تركها واذهب إلى هذه الأرض فيها ناس يعبدون الله هذا فضل صحبة الخير لأن الصاحب ساحب مثل ما يقولون بالعامية والإنسان يتأثر بمحيطة دائما فإذا كان محيطة سيء لا بد أن يكون سيء مثلهم أو يتأثر بسوءهم وإذا كان محيطة جيد يتأثر بما عندهم يعني من حسن أخلاق حتى ولو كانه مو حسن الأخلاق لكن يستحي يفعل الشر أمامهم فصحبة الأخيار وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الأخلاق طبعا فيها فضل عظيم وتحفظ على الإنسان دينه وخلقه والعكس بالعكس طبعا صحبة أهل السوء تجرى إلى السوء وتجرى إلى الشر دائما هذه قصة اليوم وأتمنى ما يكون بعد فيها إشكال عند البعض اللي دائما يشككون وقلنا هذه القصص كلها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وكلها في الصحيح يعني في الأحاديث الصحيحة ويمكن على يوم إن شاء الله أتكلم بإجاز وببساطة عن كيفية تصحيح الأحاديث عشان تعرفون وين ضايعين اللي يشككون بالأحاديث واللي يقولون في بعض الأحاديث الصحيحة تنافي العقل أو تنافي المنطقة أو أيا كان